السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة بيذا بيست وان التعليمية هنقدم لكم في الفيديو ده النمازج الاسترشادية الرسمية اللي نزلتها وزارة التربية والتعليم لامتحان متعدد التخصصات للترم الأول والنمازج الاسترشادية اللي موجودة في الفيديو ده خاصة بطلاب الصف الرابع لابتدائي باقي الصفوف هننزل لها فيديوهات خاصة بيها كمان هنجاوف في الفيديو ده على الجزء الخاص باللغة الإنجليزية اللي موجود في الاختبار ده أول نموذج معنا وزي ما انتو شايفين زمن الامتحان هيكون ساعتين فقط أول سؤال في اللغة العربية مقاون من ألف وبه ألف من موضوع قطرة ندى ووركة شجر بعد ما الطالب يقرأ السطر اللي هو مدهول كويس هيبدأ يجاوب على الأسئلة وزي ما انتو شايفين جايب له الأسئلة كلها اختيارات يعني الموضوع سهل جدا وما هيخدش مطالب وقت في الحل مجرد بس هيعلم على الاختيار الصحيح رقم با من نص النيل هو الكوثر وجايب له سطرين من القصيدة بتاعة النيل هو الكوثر وبعد كده برضو حيديله مجموعة من الأسئلة كلها اختيارات أعتقد كده سؤال اللغة العربية ما ياخدش مطالب عشر دقيقة حل كمان عشر دقيقة كتير جدا عليه لأنه هو مجرد بس هيعلم على الاختيارات الصحيحة ما يكتبش اي حاجة تاخد منه وقت السؤال التاني حيكون في اللغة الانجليزية ده الفرع التاني زي ما انتو شايفين برضو جايب له الأسئلة كلها choose a correct answer اختر الاجابة الصحيحة مجرد هيقرأ السؤال ويعلم على الاجابة الصحيحة أنا هحل معاكم سؤال اللغة الانجليزية أما بالي أسئلة أنا معرفش فيها لأنها مش تخصصي هنا بقول رقم واحد this lunchbox is my, mine, I, me احنا أخدنا صفات الملكية وضمار الملكية احنا عارفين أن صفات الملكية محتاجة كلمة بعدها أما ضمار الملكية ما بتحتاجش حاجة بعدها احنا هنا في السؤال عايزين نقول اللانش بوكس ده بتاعي يبقى أنا عندي كلمة ماي وماين ماي محتاجة كلمة بعدها ماينفعش أجيبها كده لوحدها يبقى في الحالة دي هنختار مين؟ ماين كمان اللي ما سمعش الفيديو اللي فات هو عبارة عن أربعين سؤال مراجعة ليلة الامتحان للصف الرابع الابتدائي الأربعين سؤال بيشملوا أهم النقاط في المنهج يعني إن شاء الله ما يطلعش منهم الامتحان كمان الأسئلة أنا ما حلتهاش مجرد حل وخلاص لا أنا شرحتها كويس نشوف بقى نمبر تو بتقول I have any perfume هنا عايز ينفي الفعل have عايز يقول أنا ما معاييش بany perfume وكلنا عارفين إن الفعل have زي الفعل وانت بالظبط بيتنفي إما بdon't إما بdoesn't طب I تاخد إيه don't ولا doesn't؟ أكيد هتاخد don't نمبر ثري I use the to open the door هستخدم ايه عشان أفتح الباب؟ كلكم شطروا عارفينها سؤال سهل جداً هنقول إيه key المفتاح نمبر فور can I you وفي الإجابة قاله sure بالتأكيد يبقى هنا السؤال can I help you ممكن أساعدك can I help you نمبر فايف he watches videos night دي قلناها في المراجعة night بتاخد ايه قدامها؟ بتاخد at at night قلنا فترات اليوم كلها بتاخد in معادة كلمة night بتاخد at يعني أقول in the morning in the evening in the afternoon لكن night بتاخد قدامها at حسيب لكم رابط فيديو المراجعة في صندوق الوصف تحت الفيديو وحسيبها لكم كمان في أول تعليق لأن طبعاً الاربعين سؤال مهمين جداً كمان يكفي لأي طالب إنه يذكر الاربعين سؤال مفيش أي دعاً يفتح كتاب الإنجليزي ليلة الامتحان بعد كده الفرع الثالث الدراسات الاجتماعية هيجيب له برضو اختر الإجابة الصحيحة من بين الأكواس وجايب له أربع نمر السؤال معتقدش ياخد منه أربع دايق أساساً كمان أحب أطمن أولياء الأمور إنما تقلقوش خالص على أولادكو كلهم هيحلوا الامتحانات حتكون سهلة جداً لأبعد وتتخيلوا لأن وضع الامتحان مقدرين إن الطالب خارج من أجازة كمان مقدرين إنه في طلاب كتير منشيت حاجات كتير في المناهج مقدرين إنه الطالب هيذاكر الموات كلها ليلة الامتحان فما فيش أي داعي للألأ الامتحانات حتكون سهلة وأولادكو هيحلوا وحيطلعوا مبسوطين جداً بعد كده الفرع الرابع مادة العلوم برضو حيقوله اختر الإجابة الصحيحة ويجايب له أربع نمر بس يبقى كده وزير التعليم قطر خيره صدق في اللي هو وعد به هو وعد إنه النماذج الاسترشادية والامتحانات حتكون أسهل من النماذج الاسترشادية القديمة اللي كنا عرضناها قبل كده قال إنه هي حتكون أبسط منها كتير وفعلاً صدق إن الامتحان كل اختيارات يبقى هو أسهل كتير من النماذج الاسترشادي القديمة وآخر فرع معنا هو الرياضيات برضو حتكون الأسئلة بتاعت اختيارات لكن حتكون كبيرة شوية يعني سبع نمر طبعاً إحنا كده عرفنا إنه العلوم والدراسات أربع نمر فقط الإنجليزي خمسة أما مادة الرياضيات فهتكون سبع نمر النموذج الاسترشاد التاني برضو زمن الامتحان حيكون ساعتين أول فرع حيكون اللغة العربية جايب له أول حاجة السؤال رقم ألف من موضوع كاد العطش يقتله وبرضو الأسئلة اللي عليها هتكون كلها اختيارات بعد كده جايب له رقم به من نص إسلامي يا مصر وجايب له بيت شعر واحد بس وعمل عليه أسئلة اختيارات كمان في النموذج ده جايب له جيم النحو النحو برضو جايب ثلاث أسئلة بيسأل فيهم عن نحو ما تتخضوش النموذج الاولاني كان ألف وبي وبيشمل النحو معاهم يعني عدد الأسئلة لاختيارات كانت كبيرة شوي أما في النموذج التاني هو عمل الأسئلة في صورة ألف به جيم وكل سؤال حطت فيه تلات نمر فقط بعد كده اللغة الإنجليزية برضو سؤال اختيارات خمس نمر تعالوا ما نحلها مع بعض نمبر وان The cat sleeps on the القطة بتنام على على أم الاختيارات اللي تحت ها هتبقى نمبر ايه رج السجادة نمبر تو Much are these طبعا هنا عايز كلمة استفهام Much دايما بتاخد قدامها ايه How much كلنا عارفينها How much رقم تلاتة I can't my pen I can't my pen I can't give play find watch طبعا هتبقى find نمبر فور We are Please hurry up او من فضلك اسرع يبقى we are a Late early bad good اكيد هتبقى late نمبر 5 We can play during at school هنقدر نلعب اثناء الايه في المدرسة انتو بتلعبوا في فترة الايه الفسحة يبقى نختار break بعد كده الفرع التالت الدراسات الاجتماعية ما فيهاش اي تغيير زي الانجليزي برضو هتكون عبارة عن اربع نمر اختيارات السؤال الرابع هيكون عبارة عن سؤال العلوم وبرضو هيكون اربع نمر زي النموذج الاسترشاد الاول بالضبط ياريت الاولاد يحلوا الاسئلة بتاعت النموذج الاسترشادية لانها مهمة خد لقطة شاشة او واقف الفيديو وخليهم يحلوا وبعد كده كمل الفيديو واخر فرع معانا هو مادة الرياضيات برضو جايب لك اختيارات ولكن هتكون سبع نمر زي النموذج الاسترشاد الاول النموذج الاسترشاد التالت اول سؤال برضو هيكون في اللغة العربية هو هنا عامل النموذج ده الف وبه الف من موضوع الاسكندرية عروس البحر المتقصد وجايب عليها خمس اسئلة اختيارات رقم به من نص اسلامية مصر وجايب بتشعر واحد وعليه خمس اسئلة اختر يبقى النموذج الاول والتالت زي بعض سؤالين اتنين الف وبه لكن النموذج التالت التاني هو المختلف عبارة عن الف وبه وجيم كل سؤال فيه تلات نمر يعني بيزيد سؤال واحد بس اختيرات بعد كده اللغة الانجليزية اسئلة اللغة الانجليزية اللي موجودة في التلات نمازج موجودة بنصها في المراجعة اللي احنا عملناها مراجعة الاربعين سؤال اسمعوا الفيديو بتاع المراجعة انا هسيبهولكم في اول تعليق وفي صندوق الوصف نمبر ون red is my favorite red عبارة عن ايه عبارة عن لون يبقى ايزا favorite ايه color نمبر تو whose glasses are كلمة glasses زي ما قلنا في فيديو المراجعة دايما جامع علشان كده هتاخد ايه تاخد those نمبر ثري let's our lessons let's let's برضو قلناها في فيديو المراجعة let's دايما يجي وراها الفعل فين في المصدر يبقى نختار لها ايه study نمبر فور the birds in the sky الطيور بتعمل ايه في السماء fly play kick watch هتبقى fly يطير نمبر فايف علي is his arm hurts دراعه مجروح او بيوجعه يبقى عالي is a good happy sick hungry هتبقى ايه sick مريض بعد كده عندنا الفرع الثالث ده سؤال الدراسات اربع اربع نمر اختيارات بعد كده عندنا سؤال العلوم هيكون اربع نمر اختيارات واخر سؤال معنا هيكون سؤال الرياضيات برضو النموذج التالت زي بقى النماذج هيكون سبع نمر اختيارات زي ما انتو شايفين ان شاء الله الامتحانات كلها اختيارات الموضوع ساهل الساعتين كتير عليه جدا كمان اولادكم هيقدروا يحلوا الامتحانات دي في اقل من ساعة ان شاء الله كلهم يطلعوا مبسوطين وكلهم نكحين اتمنى لكم كل الخير في رعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته